حرب قابلة للانتهاء وسلام عرضة للفشل هذا ما توصي إليه المبعوث الأممي مارتين جريفث عن الوضع في اليمن فالحرب بنظره يمكن وقفها إلا أن السلام يصعب أن يصمد ولا يعلم تحديدا كيف يمكن للأمم المتحدة أن تحل هذا اللغز لكنها لا تزال تتطلع لحل المشكلة اليمنية عن طريق الدبلوماسية والمفاوضات مبعث أمل مارتين جريفث أن الوفدين يدعمان اتفاق سوكهولم وقد أكد في متمر صحفي على أن وفدي الحكومة والحوث متفقان على عدم صلاحية الحل العسكري ويحملان نفس الرؤية بأن المفاوضات تعد مدخلا للحل السياسي المتمر الصحفي للمبعوث الأممي أتى بعد محادثات عقدها وفداء الشرعية والانقلاب على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في البحر الأحمر وفق جريفث فإن هذه المحادثات حققت تقدما ملحوظا فيما يخص خطط انسحاب القوات من الموانئ ورعاية أممية للفريق المكلف بإدارة الميناء ومع ذلك فإن هذا اللقاء يحمل كسابقيه نقاط خلاف تعرضه للفشل متصلة بعيدات الميناء ومرتبطة بقوات الأمن المحلية لكنها لا تعد مقلقة إلى حد كبير بالنسبة للمبعوث الأممي الذي يرى أن استمرار الهجمات على المنشآت السعودية تعرض محادثات السلام الجارية للتفجير حيث يمكن لتلك الهجمات فتح باب أو ساعة للصراع الإقليمي في اليمن ترجمة نانسي قنقر